أعوذ بالله السميع علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد الحمد لله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله الحمد لله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله الحمد لله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله الحمد لله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق ورزق وعلم وأهل ألهم وهدى للتي هي أقوم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نشهد بأنه أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومح الظلمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يضل عنها إلا ظالم أما بعد أيها الأحباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا الحمد لله وانتم بخير أموركم الحمد لله والشكر فضل مرحبا السلة على قضية المهدي المنتظر كان الناس شكك يقول لك واحد يقول لك كيد منها واحد يقول لك لم كانت شيء منها الشيخ إذا كان مكانك أحاديث صحيحة ولا قضية المهدي المنتظر يعني ظهور المهدي المنتظر في آخر الزمان في آخر الزمان نعم شيء إن شاء الله ستسمع الإجابة بارك الله بارك الله فيك أعانكم الله السائل يسأل عن مسألة قد أفرد لها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى التواليف والمصنفات وهو عن ظهور رجل من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن العترة النبوية ومن الدوحة النبوية من ولد فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها من أولاد سيدنا علي رضي الله عنهما الذي سيملأ الله عز وجل به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ومسألة ظهور المهدي في آخر الزمان أفرد لها الإمام الحافظ الصيوطي رحمة الله عليه خاتمة الحفاظ جلالد بن الصيوطي مصنفا ذكر فيه الأحاديث في هذا وذكر عشرات الأحاديث الواردة فيها كذلك الحافظ بن كثير الحافظ بن كثير ذكر الأحاديث الواردة في شأن ظهور سيدنا المهدي في آخر الزمان وذكر بأنها منها الصحيح ومنها الحسن ومنها غير ذلك وتعتبر بمجموعها متواترا تواترا معنويا كذلك الإمام محمد علي الشوكاني رحمة الله عليه الذي كان زيديا وثم انتقل إلى أهل السنة الإمام الشوكاني رحمة الله عليه ألف كذلك مصنفا أثبت فيه وذكر فيه الأحاديث الصحيحة الواردة في كتب الصحاح وكتب المسانيد والمعاجم والمستخرجات وغيرها وقال أن بمجموعها تبلغ هذه الأحاديث المبلغ التواتر المعنوي ما من التواتر المعنوي التواتر هو ما رواه جمع عن جمع بحيث تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب وعلماء الحديث يقسمون التواتر كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر إلى قسمين تواتر معنوي وتواتر لفظي وتواتر معنوي التواتر اللفظي أن تأتي اللفظة كما هي متواترة كحديث مثلا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذه ورد فيها متواترة هكذا رواها السبعين صحابي أو أكثر وروأ ورويت عن الصحابة بمئات التابعين وأتباع التابعين فهذه متواترة تواتر لفظي أما الأحاديث الواردة في سيدنا المهدي فهي متواترة في المعنى المعنى كلها تشير إلى المهدي رضي الله عنه وعليه السلام في آخر الزمان منها الحديث الذي يرويه الإمام أبو داود في السنن وهذا يرويه كذلك الحافظ أبو عيسى الترمذي في جامعه من طريق سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنقض الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي أنا وش قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقض الدنيا متخلاص الدنيا حتى ربي عز وجل يبعث رجل يملك العرب كلهم يعني يملك العرب كلهم ومن أهل بيتي قل من أهل بيتي أنه من السلال النبوية أي من الدوحة النبوية من أهل بيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بناء الحسن والحسين رضي الله عنهما ثم قال يواطئ اسمه اسمي هنا انتبهوا ما قالش اسمه كاسمي قال يواطئ المواطئ يعني المشابهة هنا قال العلماء المواطئ بمعنى المشابهة نعم هنا يجوزنا نقوله هو محمد بن عبد الله المهدي معليش من باب المواطئ أما اسمه فعلمه عند الله لكن هو مواطئ لمحمد ومواطئ اسم أبيه لإسم عبد الله هكذا يقول العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى كذلك العلماء يسدلوا بما رواه الإمام أبو داود وغيره وهذا حديث صحيح لا غبار عليه من طريق سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المهدي مني وش معنا مني أي من دمي من سلالتي من أهل البيت من العتر النبوية من الدوحة النبوية المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما وش يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول المهدي مني يعني مني بدعة مني أجل الجبهة يعني أو أواسع الجبهة أقنى الأنف أقنى الأنف يعني طويل الأنف بعد إحددا في وسطه أقنى الأنف نعم ولذلك الصفات الخلقية للمهدي عليه السلام تشبه النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه فيه أدما أدما يعني فيه جسده قمحي كبياض أهل العرب كبياض أهل العرب أي أنه بياض مشرب حمراء أكذا يقول العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى كذلك سدل العلماء لما رواه الإمام أبو داود في السنة من طريق أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المهدي من عترة من ولد فاطمة يقول أم سلمة أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول المهدي من عترة من ولد فاطمة وكما جاء في الحديد يرويه الإمام أحمد في مسنده في الحديد كذلك يرويه الإمام ابن ماجة في سننه من طريق سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة تقول المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة انتبهوا الإصلح هنا مش مع أنتها كان عاصي ويصلحه الله في ليلة لا يصلحه أي أنه يرقيه ويكمله لأن المهدي هو خليفة الله المهدي كما ورد في بعض الأحاديث وربي عز وجل مخلق آدم وقال إني جاعل في الأرض خليفة لكما بدأ بآدم من الأدمة كذلك يختم الأرض في ظهور سيدنا المهدي عليه السلام وقد بلغت الأحاديث في ذلك مبلغ التواتر وقد ذكرها العلماء الاعتقاد من أهل السنة وأثبتوا ذلك نعم السؤال الثاني الأخ جلول من ولاية شلف يقول أخونا أتحية طيبة لأهلنا بولاية شلف يقول بعض الناس يسرفوا في التكفير وأن يصف الناس بالشرك فما هي نصيحتك شيخنا الفاضل يقول الأخ جلول كان بعض الناس والعياذ بالله يسرفون يعني يكثيرون من التكفير يكفروا الناس لأتفه الأسباب ولغي ذلك يقول وش ينصيحتك وش ينصيحتك للإنسان هذا ليسرف في تكفير الناس أول نبهو إخواننا بأن التكفير وشو عن التكفير أن يكتصف رجل بأنه كافر هو مسلم وتقول له كافر يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث ليرويه الإمام الحافظ الحج أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد الإسماعيل البخاري في صحيحه من طريق سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما وش يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليقول خوه يا كافر ولا يا مشرك فقد باء بها أحدهما انتبهوا أيها الأحباب إياكم إذا كسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول لأن أدخل أربعين رجلا في التوحيد في رواية في الإيمان خطأا أحب إلي أن أخرج موحدا من دائرة الإيمان إذا كالعلماء يقولون أن الإيمان هي أمور عقدية أمور قلبية فإياك أن تحكم على الناس بالكفر أو بالشرك بل علينا أن نحكم على ظاهر الناس مدى هو مسلم ويصلي فهو من أهل الإسلام ولا يجوز أن نسمهم أو أن نصفهم بالتكفير لأن التكفير أمر جلل كما قال عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما والله نسأل يخلقنا بأخلاق القرآن وأن يخلقنا بأخلاق سيد الأنام والله نسأل أن يجعل بلدنا أمين وسائل بلاد المسلمين والله نسأل يعلمنا دينه وصل اللهم وسلم وبالك وتكرم على سيدنا أولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم جميعا